بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل في هذه الحصة المحاضرة الثالثة من الدرس الثالث Properties of Pure Substance أو خواص المواد النقية بداية راح نقول إنه الإجابة عن السؤال المطروح في المحاضرة الماضية راح نجاوب عديه في هذه المحاضرة ليش؟ لأنه راح نعيد تفسير تيفي دياغرام لهمية الأمر لأنه راح يكون معنا بعدي إن شاء الله في الجداول فهنا في هذا الدياغرام There are three steps أو هناك ثلاثة خطوات path one two يعني من النقطة واحد إلى النقطة الثنين add constant pressure يعني أيش عن ثبوت الضغط and increase in temperature with a slight increase in specific volume فهنا زيادة درس الحرارة بقيمة يعني تكون قليلة جدا يسوي لي أيش؟ يسوي لي زيادة أيضا بسيطة في specific volume ولهذا يكون هذا الكيرف هذا الخط يكون من ناحية هذه على هذا الشكل يعني نزيد درس الحرارة من 20 إلى 100 نزيد نشوف هنا specific volume لو هنا سوي زدنا هنا specific volume من النقطة واحد إلى النقطة الثنين بهذا المقدار تقريبا وزدنا درس الحرارة بهذا المقدار تقريبا أيضا هنا النقطة الثنين نعيد نقول أن النقطة الثنين إيش تسمى؟ تسمى saturated liquid ليش؟ لأننا قلنا عند هذا النقطة الثنين يبدأ الماء بالغليان كلمة saturated liquid تعني أن هناك وجود ماء سائل مع وجود أثر بسيط جدا أثر بسيط جدا للبخار ونعيد أثر بسيط جدا للبخار تركيز على هذه النقطة فيسمى هناك saturated liquid بالنسبة للpath الثاني أو الطريق الثاني اللي هو من النقطة الثنين إلى النقطة أربعة By increasing the specific volume the temperature of the system remains constant فلاحظ هنا specific volume زادت من النقطة الثنين إلى النقطة أربعة الحين أصبحت أكبر بكثير زي ما شفنا هنا النقطة واحد والنقطة الثنين يعني أثر بسيط لكن إيش اللاحظ هنا؟ أنه درس الحرارة حق الثنين ودرس الحرارة حق الثنين ودرس الحرارة حق الثنين إيش تقريبا تسوي مئة درسة ماءوية ولا تغير لكن هنا إيش يحدث؟ يحدث أن الماء السائل يبدأ بالتحول رويدا رويدا إلى بخار فراح نلاحظ في النقطة ثلاثة أو بين النقطة الثنين وأربعة تسمى هذه المنطقة saturated liquid vapor mixture يعني إيش؟ يعني تواجد السائل وبخار الماء مختلطين مع بعض وفي حالة إشباع نعيد ماء سائل مع بخار الماء متواجدين مع بعض في حالة إشباع طيب هنا إيش نلاحظ؟ لاحظك زي ما قلت إن specific volume لما زادت كثير درست الحرارة قاعدة ثابتة لو سألت هنا سؤال فقط هل تسمى هنا sensible heat or latent heat؟ هذا السؤال يمكن الإجابة عنه في الشابتر 2 نكمل هنا البث فور 5 يعني من النقطة أربعة إلى النقطة خمسة فالنقطة أربعة إلى خمسة إيش نلاحظ هنا؟ أولا أن نملك أجد فيها فور 5 يمكن إن نقوم بتغير من الماء متواجدين من النقطة أربعة إلى النقطة خمسة فلاحظ هنا من النقطة أربعة إلى النقطة خمسة تغيرت جزء بسيط لكن درس الحرارة هنا نلاحظ انها ارتفعت ارتفاع كبير النقطة 4 الى النقطة 5 ايش عنا هنا عنا فقط فيبر من النقطة 1 الى النقطة 2 ايش عنا عنا liquid من النقطة 2 الى النقطة 4 عنا liquid vapor mixture خليط بين السائل والبخار نحكي هنا من جديد او نعيد تفسير الكلمات او الاجابة عن السؤال المطروح خلال الحصة الماضية كلمة سب كوليد قلنا هي تعبر عن سائل مبرد لما يقول كلمة مبرد مقارنة بايش مقارنة بدرجة حرارة الغليان او saturation temperature فمن النقطة 1 الى 2 درست الحرارة اقل من 100 درجة superheated vapor او مسخن مسخن مقارنة بماذا ايضا مقارنة بsaturation temperature او 100 درجة مئوية او نرس حرارة الغليان فهنا هنا تمت الاجابة على السؤال المطروح في الحصة الماضية هنا نكون خلصت الحصة هذه فقط نبغى نطرح سؤال بين النقطة 2 والنقطة 3 هل يوجد البخار لحاله او السائل لحاله او خليط بين البخار والسائل